بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثالث والستون والخاص بمنهج CCMP Routing 3001 مستوى الاحتراف في التوجيه شاهد تعلم واستمتع البي جي بي أتنومس سيستم باث وهي تصنف من النوع الويل ناون منتاتوري أتريبيوتس أي الأتريبيوتس الإلزامية حيث يتم ذكرى مع كل شبكة وأثناء كل تحديث وهي تعتمد على حساب عدد الأتنومس سيستم في المسار ويتم تحديد المسار الأفضل من خلال المسار صاحب أقل عدد أتنومس سيستم تعتبر الأتنومس سيستم باث من البي جي بي باث أتريبيوتس والتي تسمح لمهندس الشبكة بأن يتحكم في المسار لشبكة أو لمجموعة شبكات في داخل شبكة البي جي بي والتي يطلق عليها عملية الباث كنترول أو التحكم بالمسار بحيث يقوم مهندس الشبكة بجعل راوتر البي جي بي بأن يختار مسار آخر للوصول إلى شبكة معينة أو مجموعة من الشبكات بدلا من المسار الذي اختاره الراوتر للوصول إلى هذه الشبكات بناء على حساب عدد الأتنومس سيستم نمبر عملية التغيير سوف تؤثر خارجيا أي من ناحية اتصال راوتر البي جي بي الموجود في أتنومس سيستم بالشبكة أو مجموعة الشبكات الموجودة في أتنومس سيستم أخرى نلاحظ هنا أن البي جي بي أتنومس سيستم بيقع ضمن الخطوة الرابعة في عملية المقارنة بين المسارات بحيث راح ينظر راوتر البي جي بي لما يكون عنده أكثر من مسار يؤدي إلى نفس الشبكة راح ينظر إلى المسار صاحب القيمة الأعلى في الويت إذا وجدتهم متساويين أو غير مفاعلة فعنده راح ينتقل إلى المسار صاحب أعلى قيمة في الوكال بريفرنس إذا لم تكن مفاعلة عنده راح ينتقل إلى الوكالي أورجينيتد وهي أن المسار يكون تم يعني واحد من هذه المسارات تم إنشاؤه في داخل الراوتر من خلال الأمر نتورك عند تفعيل بروتوكول البي جي بي إذا لم يجده عندها ينتقل إلى الخطوة الرابعة واللي هي الشورتست باث أتنومس سيستم باث واللي هي أن المسار صاحب الأتنومس سيستم الأقل هو المسار الذي سوف يتم اختياره لذلك تعتبر أتنومس سيستم باث هي الخطوة الرابعة وهي من الخطوات ومن الأتريبيوتز التي تسبح للمهندس بأن ينقف مهندس الشبكة بأن يقوم بعملية الباث كنترول أو التحكم بالمسار نشوف مع بعض الأوامر الخاصة بتطبيق عملية الباث كنترول من خلال البي جي بي أتنومس سيستم باث والسيناريو عندي راوتر واحد كسورس والراوتر خمسة كتستي نيشن وفي مسارين من خلال الراوتر أربعة ومن خلال الراوتر اثنين طبعا الراوتر واحد رح يختار المسار الخاص بالراوتر أربعة كون عدد الأتنومس سيستم نمبر أقل من المسار الذي يقدمه له الراوتر اثنين احنا رح نغير هذا الإجراء التلقائي ونجعل الراوتر واحد عندما يريد الاتصال بالراوتر خمسة تحديدا يعني الشبكة خمسة 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 صفر يتم ذلك من خلال الراوتر اثنين مش من خلال الراوتر أربعة في البداية رح ننشئ اكسس لست الهدف من إنشائها أننا نشير إلى الشبكة أو مجموعة الشبكات التي نريد تطبيق خاصية الاتنومس سيستم باث فرح نقول اكسس لست واحد طبعا لازم تكون من النوع الستاندرد بعد كده بيرمت السماح ومن ثم نحادث الشبكة اللي هي خمسة ثلاث مرات صفر بعد كده الوايلد كارت ماسك اللي هو ثلاثة صفار ميتان وخمسة وخمسين بعد كده ننشئ الراوت ماب من خلال الأمر الراوت ماب بعد كده نعطيها اسم ويفضل دائما نحن نعطي اسم يشير إلى عمل الراوت ماب فنعطيها الاسم اللي هو الاتنومس سيستم باث ورقم السطر اللي هو واحد إذا ما كتبنا واحد فتلقائيا رح يكون عشرة رح يكون ترتيب عشري يعني عشرة عشرين ثلاثين وهكذا طيب بعد كده نكتب الأمر ماتش أي إشارة إلى تطبيق الـ IP Address اللي موجود وين في الـ Access List رقم واحد لو كان رقمها اثنين كنا حنكتب اثنين لو كان رقمها ثلاثة كنا حنكتب ثلاثة وهكذا إذن قم بمطابقة الـ IP Address الموجود في الـ Access List واحد اللي هو ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر بعد كده نحدد الإجراء من خلال كتابة الأمر ست بعد كده الأتنومس سيستم باث اللي هي الأتربيوت أتنومس سيستم باث Prevent مصطلح باللغة الإنجليزية يعني مثله مثل كلمة Add يعني إضافة قم بإضافة الأتنومس سيستم عشر وعشرين هم مش موجودين في اللاب اللي عندي بس رح يقوم بإضافة عشر وعشرين وبذلك طبعا لو طبقناها على المسار من راوتر أربعة أنا عندي مسار واحد عدد أتنومس سيستم واحدة اللي هي كم؟ أربعة لو أضفنا إليها عشر وعشرين حيصبح عندي ثلاثة أتنومس سيستم لما يجي الراوتر واحد يتصل بالراوتر الخمسة حيشوف أنه عنده ثلاثة أتنومس سيستم بينما مع الراوتر الثنين عنده فقط اثنين أتنومس سيستم فعنده طبعا رح يختار المسار الخاص بالراوتر الثنين بعد كذا إكزيت طبعا لما ننشئ الراوتر ماب في أمر رح يتفعل تلقائيا اللي هو ديناي إني يعني ما لم يتم ذكره في داخل الراوتر ماب رح يتم منعه بشكل تلقائي وهذا يسوينا مشكلة في اتصال باقي عنوين الشبكات اللي ما تم ذكرها في الراوتر ماب عشان نتجنب هذه المشكلة نكتب الأمر الراوتر ماب وبعد كذا نكتب نفس الاسم الراوتر ماب اللي احنا نشأناها اللي هو أتنومس سيستم باث بعدين نكتب الأمر بيرمت يعني اسمح للعناوين الشبكات الأخرى بالاتصال وبعد كذا اثنين هذا رقم السطر إذا ما تم كتابة رح يحصل على الرقم عشرين بعد كذا اكزيت بعد كذا ندخل على الراوتر بي جي بي ونحدد الرقم الأتنومس سيستم اللي هو يقع فيها الراوتر واحد اللي هي كام أتنومس سيستم واحد ومن ثم نيبر احنا على مين نريد تطبيق هذه الزيادة في الاتنومس سيستم نريد تطبيقها على الراوتر أربعة فبالتالي نكتب نيبر الجار أربعة أربعة مرات تطبق عليه الراوت ماب اتنومس سيستم باث طبعا ان ولا اوت حتكون ان يعني لما يجي يعلني عن تحديثات وعناوين شبكات تطبق عليه هذه الراوت ماب بحيث رح يتم النظر واحدة من الشبكات اللي حيعلن عنها الراوتر أربعة اللي هي الشبكة خمسة 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 صفر فعندها الراوت ماب رح تطبق عليه القاعدة اللي هي إضافة الاتنومس سيستم عشر وعشرين لهذه الشبكة من خلال الراوتر أربعة اللي أعلن عنها بعد كده اند يعني ننهي اند يعني عشان ننتقل من المود الفرعي الخاص بالبي جي بي مباشرة الى مين الى الانيبل مود وعشان يتطبق هذا الاعداد اللي قمنا بانشاؤه لابد من احنا نقوم بكتابة يعني اعادة تشغيل لبروتوكول البي جي بي في داخل الراوتر واحد من خلال الامر كلير اي بي بي جي بي علامة النجمة هذه كانت الاوامر اللي ننفذها في هذا السيناريو بما يتناسب مع هذا السيناريو لزيادة الاتنومس سيستم نمبر بحيث نجعل الراوتر يغير من مسار اللي اختاره الى المسار الآخر اللي احنا نبغى الراوتر واحد ان يقوم باختياره عند اتصاله بالشبكة 5550 الموجودة واللي تمثل الراوتر 5 اذا راح ناخذ لاب اللي هو البي جي بي اتنومس سيستم باث لاب وبعد ما ننشئ الاعدادات الخاصة الاساسية والاعدادات الخاصة ببروتوكول التوجيه راح نلاحظ ان الراوتر واحد لكي يتصل بخمسة خمسة 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 راح يسلك المسار الاتنومس سيستم 4 لماذا؟ لان عدد الاتنومس سيستم في هذا المسار اقل مما هو في الراوتر 2 طيب انا عندي سؤال هنا البي جي بي يعني زي ما احنا شايفين اختار المسار الافضل ويعتبر فعلا افضل لان عدد الاتنومس سيستم هنا اقل فليش احنا نحتاج ان احنا نخالف ذلك وان احنا نختار اتنومس سيستم يعني عددها اكثر نختار مسار يحتاج الاتنومس سيستم اكثر للاتصال بالراوتر 5 يعني لا يعتبر هذا خطأ نظريا نعم لكن في الواقع العملي لا احيانا قد نحتاج الى ذلك طيب ليش؟ عندنا مثلا عدد من السيناريوهات واحدة منها واشهرها انه سرعة المسار يعني احنا عارفين البي جي بي ما يهتم بسرعة المسار هو فكتور باث بيهتم بعدد الاتنومس سيستم الموجودة عنده في المسار بغض النظر عن سرعة المسار فقد يعمل هذا المسار بسرعة بطيئة جدا بينما هذا المسار الذي يحتوي على عدد اثنين اتنومس سيستم يعمل بسرعة عالية مقارنة بالمسار الاول وقد يكون هذا المسار مزدحم بالبيانات وهذا المسار يعتبر فارغ يعني عملية تبادر البيانات جدا بسيطة كذلك قد تكون عندي مشكلة أمنية أننا ما عندي يعني عندي مشاكل أمنية مع الأتنوم السيستم أربعة لاحظتها أثناء العمل ونقل البيانات من خلاله بينما ما عندي يعني عندي موثوقية أكثر بهذه الأتنوم السيستم كل هذه السيناريوهات وغيرها بتجبرني أني أغير المسار يعني المسار اللي اختاروا روتر البي جي بي والذي هو صاحب أقل عدد أتنوم السيستم نمبر إلى مسار آخر بيكون أعلى في الأتنوم السيستم نمبر كعدد ولكنه أفضل من نواحي أخرى قد تكون أمنية قد تكون من ناحية الازدحام وقد تكون من ناحية سرعة نقل البيانات نروح على مستوى الإعدادات من خلال الـ Configuration Terminal عندي الـ Interface Loopback 0 الـ IP Address 1 أربعة مرات 255 ثلاث مرات 0 بعد كده Exit عندي المنفذ اللي يربط راوتر واحد مع راوتر اثنين اللي هو الـ Interface Fast Ethernet 0.0 الـ IP Address رح يكون 192.168.1.1 الـ Subnet Mask رح يكون ثلاثة ميتان وخمسة 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 ميتان وثنين وخمسين بعد كده نكتب الأمر No Shutdown Exit Interface Fast Ethernet 0.0.1 اللي يربط راوتر واحد مع الراوتر أربعة الـ IP Address رح يكون 192.168.4.1 ثلاثة ميتان وخمسة وخمسين ميتان وثنين وخمسين No Shutdown Exit نفعل بروتوكول الـ PGB من خلال الأمر راوتر PGB الـ Atelmos System رح تكون واحد بعد كده نعلن عن الشبكات عندي Network واحد أربع طبعا واحد ثلاث مرات 0 ماسك ميتان وخمسة وخمسين ثلاث مرات 0 عندي Network 192.168.1.0 الماسك ثلاثة ميتان وخمسة وخمسين ميتان وثنين وخمسين بعد كده عندي Network الماسك ثلاثة ميتان وخمسة وخمسين ميتان وثنين وخمسين عندي بعد كده نعرف الـ Router 1 على الـ Neighbor اللي هو الـ Router 2 من خلال الأمر Neighbor اثنين أربع مرات الـ Remote الـ Remote الـ Remote أتنوم السيستم 2 بعد كده Neighbor 2 أربع مرات الـ Update Source هيكون Loop Back 0 بعد كده الـ Neighbor 2 أربع مرات الـ E-BGP Multi Hub رح يكون عشرة بعد كده نعرف الـ Router 1 على جاهل الـ Router 4 من خلال الأمر Neighbor أربع أربع مرات Remote أتنوم السيستم أربع Neighbor أربع أربع مرات الـ Update Source هيكون Loop Back 0 بعدين Neighbor أربع أربع مرات الـ E-BGP Multi Hub رح يكون عشرة بعد كده Exit بعد كده رح نحتاج نعمل اثنين Static Route واحد يشيل إلى الـ Router 2 والآخر يشيل إلى الـ Router 4 رح نكتب الأمر IP Route 2 ثلاث مرات صفر 255 ثلاث مرات صفر بيتم الاتصال فيها من خلال الـ Fast Ethernet 0.0 بعد كده عندي ممتاز ممتاز كده نتهينا من العددات على الـ Router 1 خلونا ننتقل إلى الـ Router 2 نروح على مستوى الـ Configuration Terminal عندي عندي الـ Interface loopback 0 الـ IP Address رح يكون 100 لا مو 100 ممتاز 4 مرات ممتاز 255 ثلاث مرات 0 بعد كده اثنين ثلاثة 255 252 وبما أنه هو منفذ فيزيائي فلازم نكتب الأمر No Shutdown لتفعيل المنفذ exit بعد كده عندي Interface Fast Ethernet 0.1 الـ IP Address رح يكون 192 168 2 1 ثلاثة 255 252 No Shutdown Exit نفعل protocol التوجيه على الـ Router 2 من خلال أمر Router PGP الـ Attenom System هي 2 بعد كده نعلن على الشبكات الموجودة في الـ Router 2 Network عندي الشبكة 2 ثلاث مرات 0 ثلاثة 255 طبعا لازم نكتب الأمر Mask علشان نشير إلى الـ Subnet Mask 255 ثلاث مرات 0 بعد كده عندي Network 192 168 1 1 1 0 الماسك رح يكون 3 255 252 3 1 2 0 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 6 1 4 7 8 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 10 10 أتنم السيستم ثلاثة بعد كده نيبر ثلاثة أربع مرات الأبتايت الأبتايت سورس اللي هو اللوب باك صفر بعد كده نيبر ثلاثة أربع مرات الأي بي جي بي مالتي هاب راح يكون عشرة من ثم إكزيت الآن يعني نقوم بإنشاء يدل الراوتر الواحد الراوتر الاثنين على الراوتر واحد والراوتر الاثنين على الراوتر ثلاثة من خلال الأمر آي بي راوت واحد ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر ثلاث مرات صفر يتم الاتصال عليه من خلال الفاست إيثيرنت زيرو سلاج زيرو بعدين آي بي راوت آآ ثلاثة ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة زي ما أنتوا شايفين قامت علاقة الجيرة ما بين الراوتر الثنين والراوتر واحد آي بي راوت آآ باعدة ثلاث مرات صفر ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات الصفر يتم الاتصال عليه من خلال الفاست إيثيرنت آآ زيرو سلاج واحد ممتاز كذا نتهينا من الاعدادات في الراوتر اثنين نروح على الراوتر ثلاثة نروح على الـ Configuration Terminal آآ عندي الراوتر ثلاثة نبدأ بالـ Interface Loopback 0 الآي بي أدرس ثلاثة أربع مرات ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين صفر Exit بعد كذا عندي الـ Interface Fast Ethernet 0-1 الآي بي أدرس 192-168-2 آآ اثنين ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات صفر No Shutdown Exit بعد كذا نروح على المنفذ ليربود راوتر ثلاثة مع راوتر خمسة اللي هو الـ Interface Fast Ethernet 0-0 الآي بي أدرس هايقوم 192-168-3 واحد ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين وثنين وخمسين No Shutdown Exit نرجع على المنفذ لـ Interface Fast Ethernet 0-1 No IP Address بعد كذا نصحح على الـ IP Address رح يكون 190-168-2 2-2 ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين وثنين وخمسين بعد كذا Exit طيب الآن نفعل بروتوكول التوجيه في الراوتر الثلاثة اللي هو بروتوكول التوجيه الثلاثة اللي هو بروتوكول التوجيه الثلاثة ثلاث مرات صفر الماسك رح يكون 255 ثلاث مرات صفر بعد كذا عندي الـ Network 100-92-168-2 صفر الماسك ثلاثة ميتين وخمسة وخمسين ميتين واثنين وخمسين عندي بعد كذا Network 100-92-168-3 صفر الماسك ميتين وخمسة وخمسين ثلاث مرات ميتين واثنين وخمسين بعد كذا نعرف الراوتر ثلاثة على الراوتر الثلاثة على الراوتر الثلاثة ونعرفه أيضا على الراوتر الثلاثة من خلال الآوامر التالية neighbor اثنين أربع مرات الريموت اتنومس سيستم اثنين بعد كذا neighbor اثنين أربع مرات الـ Update Source حيكون loopback zero بعدين neighbor اثنين أربع مرات الـ E-B-G-B multi-hub رح يكون عشرة بعد كذا عندي الـ Neighbor خمسة أربع مرات الـ Remote Atenomous System سيكون خمسة بعد كذا neighbor خمسة أربع مرات الـ Update Source رح يستلم الـ Update من خلال المنفذ loopback zero بعد كذا neighbor خمسة خمسة أربع مرات الـ E-B-G-B multi-hub رح يكون عشرة بعد كذا exit الآن نعرف يعني ندل الـ Router 3 على المسار المهدي إلى جار الـ Router 2 والمسار المهدي إلى جار الـ Router 5 من خلال الـ Static Route IP Route 2 3 مرات 0 255 3 مرات 0 من خلال الـ Fast Ethernet 0 slash 1 بعدين الـ IP Route 5 3 مرات 0 255 3 مرات 0 من خلال الـ Fast Ethernet 0 slash لا 0 slash 0 نعم طيب إلى الآن ما قامت علاقة الجيرة بين Router 3 و قامت الآن بس تأخذ وقت قامت علاقة الجيرة ما بين Router 3 والRouter 2 إلى أن ننتقل إلى Router 5 5 ننتقل بالمستوى الـ Enable إلى المستوى الـ Global من خلال الأمر Configuration Terminal بعد كده ننشأ Interface Loopback 0 الـ IP Address رح يكون 5 4 مرات بعد كده 255 3 مرات 0 Exit بعد كده عندي Interface Fast Ethernet 0 1 الـ IP Address رح يكون 100 92 168 3 2 3 255 252 بعد كده No Shutdown Exit Interface Fast Ethernet 0 3 0 الـ IP Address رح يكون 192 168 5 2 3 255 252 No Shutdown Exit بعد كده نفعل protocol التوجيه الـ IPGP router IPGP لا عفوا الـ IPGP أنا دماغ رايح على الإكسترنال هو فعلا IPGP External لأنه كل الراوترات هنا علاقتها مع بعضها البعض External BGP بس هي ما تنكتب هي تنفهم ما بين الراوترات الراوترات تفهمها لأنه كل الراوتر رح يشوف جاره إذا كان متطابق معه في Internal System فرح يفهم أنه علاقتهم مع بعض علاقة Internal BGP أما إذا شاف أنه مختلفين من ناحية Internal System Number فعند رح يفهم أن العلاقة بينه وبين جاره هي External BGP هذا شيء بيفهم الراوتر تلقائيا مش محتاجين أنه يعني ما بيتم كتابته كأمر يعني راوتر BGP خمسة نعلن عن الشبكات الموجودة في الراوتر خمسة عندي Network خمسة ثلاث مرات صفر الماسك 255 ثلاث مرات صفر بعد كده عندي هنا Network 192 168 ثلاث صفر الماسك 255 ثلاث مرات 252 عندي هنا بعد كده Network 192 168 أربعة لا لأ لدينا خمسة وعندنا ثلاثة فبالتالي راح يكون عندي هنا 5 صفر الماسك ثلاثة 255 252 الآن نعرف الراوتر خمسة على جار والراوتر ثلاثة neighbor ثلاثة أربع مرات الريموت اتنومس سيستم اللي يقع فيها الراوتر الثلاثة هي ثلاثة بعد كده neighbor ثلاثة أربع مرات الupdate source هيكون loopback zero بعد كده neighbor ثلاثة أربع مرات ال ebgb multi hub راح يكون عشرة بعد كده نعرف الراوتر خمسة على جار الراوتر أربع من خلال الأمر neighbor أربع أربع مرات ال الريموت اتنومس سيستم هي أربع بعد كده neighbor أربع أربع مرات الupdate source هيكون loopback zero بعد كده neighbor أربع أربع مرات بعد كده عندي ال ebgb multi hub عشرة بعد كده exit بعد كده ننشئ static route يدل الراوتر خمسة على المسار الذي يسلكه للراوتر ثلاثة ip أو بالأحرى إلى الشبكة 3 3 3 0 الموجودة في الراوتر ثلاثة 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 صفر ثلاثة مئتين وخمسة وخمسين صفر بيتمر اتصال عليها من خلال fast ethernet 0 slash 1 بعد كده عندي الأمر ip الآن نعرف الراوتر خمسة على المسار الذي يسلك للوصول إلى جار الراوتر 4 من خلال الامر ip route 4 مرات صفر ثلاثة مئتين وخمسة وخمسين الصفر الفاست ethernet 0 slash 0 زي ما احنا شايفين قامت علاقة الجيرة ما بين الراوتر 5 والراوتر 3 ننتقل الآن إلى الراوتر 4 ننتقل من ال 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 configuration mode عندي ال interface أوشين خلينا نبدأ بال loopback loopback 0 ip address 4 4 مرات 355 ثلاثة مرات 0 exit بعد كده عندي ال interface fast ethernet 0 0 اللي تربط راوتر 4 بالراوتر 5 ال ip address رح يكون 192 168 5 1 3 255 252 no shut down exit عندي بعد كده المنفذ اللي يربط راوتر 4 مع الراوتر 1 ال interface fast ethernet 0 1 ip address رح يكون 192 168 4 2 3 255 252 no shut down exit بعد كده نفعل البروتوكول البي جي بي في الراوتر 4 من خلال الراوتر الراوتر البي جي بي الاتنو السيستم 4 بعد كده حدد الشبكات المرادة الإعلان عنها في شبكة البي جي بي والموجودة في داخل الراوتر 4 network 4 4 مرات 0 3 255 0 طبعا لازم نكتب الامر mask لما نكتب السبنت mask mask 255 ثلاث مرات 0 بعد كده عندي network 100 968 4 0 mask 3 255 252 بعد كده عندي network 100 968 5 0 mask 3 255 252 بعد كده عرف الراوتر 4 على جهل الراوتر 1 من خلال الامر neighbor 1 4 مرات remote remote atonum system 1 بعد كده neighbor neighbor 4 مرات up date source loop back 0 بعد كده neighbor 1 4 مرات epgp multi hub رح يكون 10 بعد كده عندي نعرف الراوتر 4 على جهل الراوتر 5 neighbor 5 4 مرات الراوت الراوت اتونموز سيستم 5 بعدين neighbor 5 4 مرات update source loopback 0 بعدين neighbor 5 5 4 مرات ال ebgb multi hub 10 كده انتهينا من الاعدادات الخاصة بالbgb الان محتاجين الستاتيك راوت يعني يدل الراوتر 4 على جهل الراوتر 1 ip route 1 4 مرات 3 لا طبعا هنا رح تكون شبكة 1 3 ثلاثة 255 0 الانترفيس لا من غير الانترفيس مباشرة fastethernet 0 1 بعدين عندي ip route 5 ثلاثة مرات 0 355 0 من خلال fastethernet 0 0 الآن قامت العلاقة ما بين الراوتر 4 والراوتر 1 زي ما احنا شايفين وفي انتظار ان تقوم علاقة الجيرة ما بين الراوتر 4 والراوتر 5 ممتاز قامت علاقة الجيرة ما بين الراوتر 4 والراوتر 5 وبذلك اكتملت الحلقة الخاصة بشبكة البي جي بي الآن وإحنا في الراوتر 1 طبعا انا فتحت مرتين هو مفتوح مسبقا نروح على الراوتر واحد نروح على مستوى الانيبل ونكتب الامر بينج 5 4 مرات لاحظوا معايا البي نجح لو كتبت الامر شو IP راوت فحنشوف ان الراوتر واحد شايف جميع الشبكات الموجودة في داخل شبكة البي جي بي فشايف الشبكة ثلاثة 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 شايف الشبكة 4 4 4 شايف الشبكة 192 168 4 1 2 3 شايف الشبكة 2 3 مرات طبعا هو شايف ها بروتوكول البي جي بي طيب الآن الراوتر واحد علشان يتصل بالراوتر خمسة من خلال خمسة 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 لديه مسارين المسار الأول من خلال الراوتر 4 والمسار الثاني من خلال الراوتر 2 تلقائيا ما هو المسار الذي سوف يختار الراوتر الواحد طبعا نحن عارفين البي جي بي بيختار مسار لكي يربط ما بين الراوتر واحد والراوتر خمسة الجواب يعني رح يشوف الخطوات الخاصة باختيار أفضل مسار أول خطوة هيقارن ما بين الوسار 4 والمسار 5 من ناحية قيمة الوت أعلى مسار يعني المسار الذي سوف يمتلك أعلى قيمة ويت رح يكون هو المسار الأفضل إحنا ما فعلنا الوت وبالتالي حيكون كلا المسارين صفر فينتقل إلى الخطوة الثانية واللي هي اللوكالي بريفرنس حيث أن المسار صاحب أعلى قيمة لوكالي بريفرنس رح يتم اختيار كأفضل مسار إحنا ما فعلنا اللوكالي بريفرنس فبالتالي حتكون القيمة 100 سواء للمسار 4 أو المسار 2 المؤدية إلى الراوتر 5 عندها يتم الانتقال إلى الخطوة الثالثة واللي هي اللوكالي أورغينيتد والتي تعني أنه هل المسار هذا تم إنشاؤه في داخل البي جي بي نفسه الموجود في الراوتر واحد من خلال أمر نتورك طبعا ما تم إنشاؤه سواء الراوتر 2 أو الراوتر 4 كلاه هما مسارات خارجية لم يتم إنشاها في داخل البي جي بي بروتوكول في داخل الراوتر واحد فعندها رح ينتقل إلى الخطوة الرابعة واللي هي أن المسار الذي يؤدي إلى التستنياشن صاحب أقل عدد أتنومس سيستم هو المسار الأفضل ونظريا هنا إحنا شايفين شايفين إن المسار الأول من خلال الراوتر 2 فيه عدد 2 أتنومس سيستم اللي هي الأتنومس سيستم 2 والأتنومس سيستم 3 أما هنا فأنا عندي أتنومس سيستم واحدة واللي هي الأتنومس سيستم 4 فتلقائيا الراوتر واحد لكي يصل إلى الراوتر 5 سوف يختار المسار الراوتر 4 من خلال الأتنومس سيستم 4 عشان نتأكد من هذه المعلومة نروح إلى الراوتر 1 نكتب الأمر show IP PGB ونشوف مع بعض هنشوف المسارات لكل شبكة ونشوف إيش المسار الأفضل اللي يختاره عندنا هنا خمسة ثلاث مرات صفر اللي هي تمثل الراوتر خمسة لاحظوا معايا الناكست هوب من 4 4 مرات لاحظوا معايا علامة الأكبر من علامة الأكبر من موجودة وين موجودة في لصالح الأربع أربع مرات نلاحظ كذا لو نكمل لماذا؟ لأن عندي هنا الباث عندي رح ينتقل من 4 إلى 5 لكن هنا عندي 2 و3 ومن ثم 5 فبالتالي اختار المسار صاحب عدد الأتوموس الأقل لو حبينا نغير هذا الأسلوب بحيث أن نروح على الراوتر واحد ونخليه بدل ما يختار المسار الراوتر 4 نخليه يختار الراوتر 2 رغم أنه أطول من ناحية الأتوموس سيستم عندها رح نيجي للأتوموس سيستم ونتلاعب بها من ناحية أن نزيد عدد الأتوموس سيستم الموجودة التي تربط الراوتر 1 من خلال الراوتر 5 من خلال الراوتر 4 نزيدها عن 2 نخليها مثلا ثلاثة فعندها رح يختار مين رح يختار المسار الثاني نشوف مع بعض كيف نقوم بهذا الإعداد بس كمان للتأكيد عندي هنا لو كتبنا الأمر وكتبنا 5 5 5 لاحظوا معايا فين بيروح المسار أول خطوة بيروح على 100 92 168 42 يعني على هنا اللي هو هذا اللي رايح على الراوتر 4 ومنه إلى الراوتر 5 ممتاز وزي ما احنا ملاحظين هنا الاتنوم السيستم 4 رح نغير هذا المسار ونخليه يختار 192 168 1 0 من خلال هذه الشبكة ومن خلال الاتنوم السيستم 2 ومن ثم 3 ومن ثم 5 عشان نقوم بهذا الإعداد رح نروح على الConfiguration Terminal وراح ننشئ Access List نشير فيها إلى عنوان الشبكة 5 طبعا أول شيء لازم نعطيها الرقم تباحها 1 من النوع Standard Access List بعد كده نكتب الأمر Permit ومن ثم نشير إلى الشبكة اللي هي رح تكون رح تكون 5 3 مرات 0 وبعد كده Wild Card Mask رح يكون 3 0 255 Enter بعد كده ننشئ Route Map Route Map ورح نعطيها اسم الاسم رح يدل على وظيفتها يعني رح نعطيها اسم Atenomous System Path بعد كده نعطيها رقم واحد ومن ثم نكتب الأمر Match يعني طابق الـ IP Address الـ IP Address الموجود في الـ Access List رقم كم رقم واحد Enter تمام إذن رح يطابق العنوان الشبكة الموجود في الـ Access List واحد اللي هي 5550 بعد كده نحدد الإجراء اللي رح يقوم باتخاذه من خلال الأمر Set بعدين Atenomous System Path هذا هو الإجراء اللي حيتخذه بعدين نضيف الأمر Prebend Prebend يعني زي كلمة Add تعادل كلمة Add في الإنجليزية و Add و Prebend يعني إضافة قم بإضافة يعني قم بإضافة عندي Atenomous System من كم من واحد حتى 65535 فأنا أقدر أختار الـ Atenomous System Numbers اللي ممكن أخليه يضيفه أنا مثلا رح أخليه يضيف اثنين Atenomous System فبالتالي يصبح عنده ثلاثة Atenomous System مقابل الجهة الثانية اللي هي اثنين فبالتالي رح يختار الـ Atenomous System المسار الآخر صاحب الـ Atenomous System رح نخليه يضيف الـ Atenomous System 10 و Atenomous System 20 ممتاز بعد كده Enter و من ثم Exit أنا من خلال هذا الأمر قلت الـ Atenomous System أنه إيش لما يستلم لسه أنا ما كملت الأمر خلوني أكمله بعدين هم أعطي شرح أكثر طيب بعد كده نروح على Router طبعا لو وقفنا إحنا إنشأنا Accessless وإنشأنا Routemap لكن ما رح تتفعل لازم أحدد أين يتم تفعيلها عشان تتفعل فأروح على Router PGP الـ Atenomous System الخاصة بالRouter واحد هي واحد بعد كده الـ Neighbor اللي أنا رح أطبق عليه هذه الـ Routemap اللي هو مين الـ Router 4 فبالتالي رح يكون 4 4 مرات صح بعد كده أكتب هنا Routemap وبعد كده أكتب اسم الـ Routemap اللي هي طبعا في حاجة أنا نسيتها هنا خلوني أخرج من الـ لازم ما ننساها اللي هي إيش أننا عندي لما ننشئ Routemap عندي سطر بيتفعل تلقائيا وأمر بيتفعل تلقائيا اللي هو deny أي يعني امنع الكل هذا رح يسوي لي مشكلة من ناحية الاتصال بالشبكات الأخرى غير الشبكة 5 5 5 0 فلازم أكتب الأمر التالي اللي هو Routemap Routemap هو نفس الاسم اللي هو Atonimus System Path 2 هذا الصدر رقم 2 Permit نشوف الأمر Routemap Atonimus System Path نضعين الأمر Permit بعد كذا الصدر رقم 2 عشان يسمح لي بباقي عنوين الشبكات كذا بدينا نروح على الراوتر PGB رقمها 1 رقم الاتونimus System بعد كذا الجار اللي هو اللي أبغى أطبق عليه هذه الإعداد الموجود في الراوت ماب neighbor 4 أربعة مرات Routemap اسمها Atonimus System Path طبقها N يعني أي تحديث الشبكات القادم من الراوتر 4 طبق عليه الاسس list ومن ثم Enter وبعد كذا End وعلى مستوى الـ Enable Mode نقوم بعمل إعادة تشغيل للPGB من خلال الأمر Clear IP PGP علامة النجمة هذا عادة التشغيل علشان يطبق الإعدادات اللي قمت أنا بإدخالها طبعا بهذه الطريقة رح يتم يعني كأنه عادة تشغيل إطفاء للPGB وعادة تشغيله وبالتالي كل علاقة الجيلة ما بين الراوتر واحد والراوتر اثنين وراوتر اربعة رح تصبح داون ومن ثم رح تصبح Up ننتظر قليلا حتى يستلم ويطبق طبعا رح يطبق الراوتر أربعة أعلى منه في المسار الخاص بالراوتر اثنين لو كتبنا الأمر الآن show IP route نشوف مع بعض الشبكة هذه هي مش show IP بيكون أوضح نشوف شبكة خمسة 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 صفر في عندها مسارين أربع أربع مرات لاحظوا معايا واثنين أربع مرات علامة الأفضل ملاحظين معايا الأكبر من أو الأفضل فين انتقلت من أربعة 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 إلى مين إلى 22222 لماذا لاحظوا معايا الاتنمو السيستم لأن عدد الاتنمو السيستم أقل عندي الاتنمو السيستم اثنين ومن ثم ثلاثة ومن ثم خمسة بينما المسار الخاص بالراوتر أربعة فعندي الاتنمو السيستم عشرة ومن ثم عشرين هذا اللي احنا قمنا بإضافتها بعد كذا أربعة بعد كذا خمسة فأصبح عندي ثلاثة مقابل اثنين فطبعا الراوتر واحد رح يختار الاثنين كذلك لو رحنا هنا شفنا جدول التوجيه show ip route لاحظ مع بعض هنا نشوف خمسة 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 صفر بيتم الاتصال فيها من خلال ايش فيها من خلال اثنين 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 سابقا لا كانت اربعة 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 الان خلونا نسوي الامر trace trace route على خمسة 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 على الراوتر خمسة نشوف ايش المسار اللي رح يسلك لاحظوا معايا راح على 192 168 واحد اللي هي وين المسار اللي يربط الراوتر واحد بالراوتر اثنين فراح على اثنين السيستم اثنين ومن ه الى الاتن الراوتر خمسة لو حبينا ايضا نعمل بنك راح يوصلني فيها لكن راح يوصلني فيها من خلال الراوتر اثنين ومن ثم الراوتر ثلاثة ومن ثم الراوتر خمسة بذلك نجحنا في اعدادات الباث كونترول اللي هي واحدة من ادواتها في داخل البي جي بي اللي هي الاتنموس سيستم باث الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو واللي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون قد نال على اعجابكم واستحسانكم وحتى القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته